إذن مشاهدنا الكرام صور مباشرة تصل إلينا من قطاع غزة ويظهر فيها منذ ساعة الصباح الأولى ظلام حالك نتيجة انقطاع التيارة الكهربائية الذي تضرر نتيجة العمليات العسكرية التي أصابت خطوط حيوية في منظومة الكهرباء التي كانت تعاني أصلا قبل شن العمليات العسكرية على قطاع غزة كانت تعاني من انقطاعات وجاءت هذه العملية العسكرية لتضيف أعباء أكبر على البناء التحتية لقطاع غزة إذن هذه الصورة تصل مباشرة من قطاع غزة ويظهر فيها ظلام حالك مع هدوء نسبي إلى حد كبير بعد أن شهدت هذه المدينة عمليات عسكرية وقصف عشوائي طال منازل للمدنيين ومبان حيوية في هذا القطاع ما ذهب ضحية ذلك العشرات من الضحايا والمصابين وأدى كذلك إلى تفاقم الوضع الصحي الذي يعاني أصلا من تحديات كورونا قبل شن العمليات العسكرية أيضا